جماعة ده حريق مدرية أمن الإسماعيلية الموضوع كبير قوي ربنا نجي الناس اللي كانوا فيها كلام السيسي عن مؤامر التخريب مصر طلع صح بعد كلامه بكم ساعة بدأ المخطط بحرق مدرية أمن الإسماعيلية واكتشفنا المتسبب الحقيقي في حريق وزارة الأوقاف مخطط طنطاوي لنشر الفوضى خلال الانتخابات بدأ من بدري المخابرات البريطانية دعمته بمليارات بدأ توزيعها على البلطجية الخطة بتشمل اقتحام وحرق العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة رصدت المخابرات البريطانية مبلغ مليار ومتين مليون جنيه ونصقت مع أحمد طنطاوي بأن بعض الوكلة هيستلموهم علشان يستعدوا للحظة اللي هيتم فيها توزيعهم على البلطجية والمبلغ ده يعتبر مبلغ بسيط بالنسبة لبعض الناس اللي بيصرفوا أكتر من كده في حفلة واحدة وهو مخطط كشف عنه الرئيس السيسي بشكل مقتدب في كلامه والمخطط ده بدأ تنفيذه بعدما الرئيس السيسي أعلن إنه كشفوا بكام ساعة وتوضيحوا إن السهل ينتشر الخراب عن طريق توزيع شريط رومدول وباكيت البنجو وألف جنيه على مئة ألف شخص من اللي ظروفهم صعبة ويمكن الصورة اللي انتشرت لتنطوي مع مهندس الفوضى والخراب أحمد دومة بعد خروجه من السجن كانت مليانة إشارات إنها يتم الاستعانة بيه في تنفيذ مخطط الفوضى ومعروف إن دومة كان المتهم الأول وثبتت عليه تهمة حرق المجمع العلمي واللي قام به مع شوية بلتجية معاهم ملوتوف واعتدوا على قوات الأمن ساعتها وبقى المطلوب دلوقتي إعادة إنتاج ثورة 25 يناير من جديد بعدما أصبحت مصر ليها نفوذ وصطوة كبيرة في عهد السيسي وبقى دول كتير من مصلحتها توقع نظام السيسي وفي نفس الوقت اللي المخطط ده شغال فيه الكونجرس الأمريكي قال إنه بيخطط لفرض عقوبات اقتصادية على مصر علشان يضربوا الاقتصاد المصري اللي صاعد بقوة ويبقى الحصار بيتفرد على مصر من كل ناحية سواء بنشر الفوضى الداخلية أو الحصار الاقتصادي من الخارج وبدأت كل الخطط الانتقامية تدخل حيز التنفيذ مع قرب الانتخابات واللي طبعا من ضمنها حملات التشويه والاغتيال المعنوي ومحاولات تغييب الشعب بمعلومات مضللة تشحن الناس ضده بس اللي كشف خطتهم الأكبر وهي التخلص من الرئيس السيسي بالمعنى الحارفي زلت لسان المرشح أحمد طنطاوي وقال جملة مش كتير خاد باله منها وهي إن السيسي مش هيكون رئيس بإحدى الأجالين الأولى إنه يخسر الانتخابات والتانية الموت طبعا الجملة دي ما كانتش طلع اعتباطا وأكيد طنطاوي بيحاسب نفسه هو وأعوانه في اليوم ألف مرة بسببها وده لأنها كشفت إنه في حال الرئيس فاز بالانتخابات الرئاسية هيكون السيناريو الأخير بالنسبة له هو وأعوانه التخلص من الرئيس السيسي وده بيعبر عن حجم اليأس اللي وصله أعداء الوطن بعد ما فشلت كل محاولاتهم على مدار عشر سنين فإنهم يزحزحوا الرئيس من مكانه بس وجهه مشكلة كبيرة وهي إنهم اصطدموا بجبل صلب ما فيش أي رياح عابرة ممكن تهزوا ومدعوم في نفس الوقت بحب الملايين من المصريين اللي على وعي بخطورة التحدي اللي مصر بتمر بيه ده بالإضافة إلى إن اللعبة على وطيرة الأسعار والظروف الاقتصادية ما بقيتش نفع معهم خصوصاً إن الكل مدرك للظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها كل دول العالم واللي من ضمنها دول بتتشابه معانا في نفس الظروف وإدراك الناس إن التكلفة اللي مصر كانت هتدفعها لولا الإصلاحات اللي حصلت في الظروف العالمية اللي بنواجهها دي كانت هتبقى أكبر بكتير بشكل لا يتخيله أحد الكرت الأخير اللي بيلعب عليه أهل الشر في الوقت الحالي ألا وهو محاولة التخلص من الرئيس السيسي بأي تمن كان واضح إنه ماشي ضمن خطة منظمة وممنهجة شغالين عليهم بقالها فترة وبتصرف مليارات لتحقيق حلمهم ده